ترجمة نانسي قنقر الجهات الإعلامية القطرية تورطت أيما تورط في دعم الإرهاب والتحريض عليه فقد كانت الجهات الإعلامية القطرية تدور في حلقة لم ترد لنفسها يوما أن تخرج منها فبرزت الأدلة الإرشيفية الموثقة بشعارات قنواتهم الإعلامية علاوة على الأسلوب المبتذل الذي انتهجته الصحف القطرية وقناة الجزيرة القطرية وغيرها من الأذرع الإعلامية في محاولة للخروج بالصوت العالي على صوت الحق وهذا ما أنكره أبناء المهنة الصحفية في مملكة البحرين خلا متابعت للصحافة القطرية للأسف غيبت الحقيقة عن المواطنين القطريين وهناك كثير من التناقضات التي مرستها الصحافة القطرية في هذا الشأن أنا أعطيك مثال حتى موضوع تم تحريف بيان في الأمم المتحدة للحقوق الإنسان وهناك رد منهم أنه هناك تم تحريف الكلام هناك تناغض كبير الإعلام يريد القطري يريد أن يبين للشعب القطري أن الأمور بخير وكل شيء متوفر وفي نفس الوقت نرى التباكي والنواح من الخارجية القطرية في المحافل الدولية المعيار الأساسي للتغطية الإعلامية للأزمة هو المصلحة الوطنية البحرينية والمصلحة الخليجية والعربية العامة الإعلام القطري بشكل عام لجأ وأيضا والسياسة القطرية مش بس الإعلام لجأ إلى حملة تضليل عالمي بمعنى أنه تجاهل جوهر القضية جوهر القضية هو أن قطر تدعم جماعات إرهاب تتدخل في شؤون دول تسعى لإسقاط نظام حكم وبدأ يتحدث عن جوانب تنطوي على قدر كبير من التضليل مثلا أن يقولك أن هذا تدخل في السيادة أو هذا تدخل في السياسة الخارجية مستقلة المعايير الصحفية والمهنية التي انتهجتها الصحف القطرية أبت أن ترتقي لأدنى مستوى مقبول فهي لم تحترم على الأقل جمهورها ومتابعيها في دولة قطر والسؤال هنا ألا يستحق المواطن القطري صحافة أفضل من صحافته وأعلامه الحالي؟ ألا يستحق المواطن القطري الإنسان القطري الذي نعتبره أخ وشقيق لنا ألا يستحق إعلام أفضل من الإعلام الذي يدير الأزمة الآن من جانب الدوحة؟ أنا بتقدير يستحق أفضل يستحق أفضل من ذلك بكثير أفضل بكثير من أناس يديرون مواقع إلكترونية يتم الإنفاق عليها أنا بعتبره من جيوب القطريين من جيوب أهل قطر يدفع لهم رواتبهم مقابل أن يكذبوا كذبة ويرددوها وهو لئي الناس الذين ينتفعون سواء من عزم التميمي لعزم بشارة للزعاطرة الذين يدرون مواقع إلكترونية هذا لا يهمه هذا تاجر هو ليس من أهل الخليج ولن يكون يوما من أهل الخليج تعاطي وسائل الإعلام القطرية كان تعاطي سيء وتعاطي منفصل عن الواقع وتعاطي ينتد ويرتكز إلى التعاطي التدميري الذي انتهجته وسائل الإعلام القطرية منذ أكثر من عقدين مع دول الخليج والإقليم ومصر وغيرها التعاطي السوداوي الذي رأيناه ولا زال مستمرا حتى اللحظة من قبل وسائل الإعلام القطرية يؤكد على أن حكومة الدوحة حكومة مختطفة هذا الأسلوب التدميري والتخريبي الذي تنتهجه الصحافة القطرية حرض على الإرهاب في الخارج القطري وتناقض مع التصريحات القطرية الرسمية التي تعلن في الخارج وهو ما يثبت الازدواجية في التعاطي الإعلامي مع الأزمة التي أربكت صفوف قطر سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا مواقف إعلامية متناقضة دول تكرس جهودها السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمكافحة الإرهاب وتأتي قطر الداعمة للإرهاب بأدواتها الإعلامية الكاذبة لتزيف الحقائق وتفبرك الوثائق وتدعم دعاة الفكر الإرهابي دون أن تلتفت لأي من معايير المهنية الصحفية أو المبادئ والأخلاقيات المتبعة في مجال الإعلام يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا